قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الشيخ سلمان لحمود الصباح إن ثجين بوابة مكتبات دولة الكويت وربطها بالفهرس العربي الموحد تعتبر خطوة مهمة للتعاون الثقافي العربي في مجال الفهرسة والكتب نتابع هذا التقرير هي بوابة إضافة مهمة للحركة الثقافية والأكاديمية والبحث العلمي في الكويت هذا ما أكده وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح خلال تدشين بوابة شبكة المكتبات الكويتية وانطلاق ربط المكتب الوطنية والمكتبات المتخصصة في الكويت عبر الفهرس العربي الموحد للتعاون الثقافي في مجال الفهرسة والكتب بتدشين بوابة الكويت للمكتبات المكتبات الكويتية وربطها مع الفهرس العربي بدعم كبير وكريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية وأهمية التبادل الثقافي بين الدول العربية حتى تعمل دائما لدعم أبنائها ودعم شبابها فيها المرحلة الدقيقة لتمر فيها أو يمر فيها العالم العربي وفي هذه المناسبة وجود هذه البوابة المهمة وبإشراف المكتب الوطنية في دولة الكويت سوف تؤدي إلى إتاحة المجال للباحثين والمثقفين وكل من يريد أن يطلع على الكتب العربية في أبسط الأحوال من خلال وسائل التواصل وسائل التكنولوجيا والإنترنت الحديثة البوابة المعرفية لدولة الكويت وهي البوابة الثامنة ضمن سلسلة تجشين بوابات مكتبات الدول في إطار العمل على دعم برامج البنى التحتية العربية في مجال المكتبات والمعلومات وحصر الإنتاج الفكري العربي المنشور وغير المنشور بتجشين بوابة الكويت الإلكترونية للمكتبات المتخصصة عبر نافذة مكتبة الكويت الوطنية وتحت راية هذه المكتبة العريقة والتي لها دور كبير في نشر المعرفة والثقافة وما لديها من مقتنيات ثمينة جدا من الكتب والمجلدات والدوريات تحتفظ بها لتعرضها عبر شبكة المكتبات الكويتية التي انضمت اليوم في هذا الاحتفال إلى الفهرس العربي الموحد لا زال الفهرس العربي الموحد يقدم نموذج التعاون الحقيقي بين الدول العربية ويسير بخطا ثابتة وداعمة للثقافة العربية والمعوث الإسلامي مستشرفا للمستقبل وأهميته لبناء المعرفة الإنسانية التي نتشارك بها مع الأمم ونخدم بها تطلعات شبابنا ولما لهذا الأمر من أهمية في مرحلة التطور والبناء على صعيد الإنسان أولا والمكان ثانيا فقد كانت خطوات أعضاء الفهرس العربي الموحد متسقة ومتسارعة إطلاق بوابة تجمع الإنتاج الفكري والثقافي والعلمي الكويتي مهم جدا لتتشارك المعارف والتجارب العربية وخدمة لأجيالنا وحفاظا على موثوقية مصادر المعرفة وتسهيل الوصول إليها تدشين هذا الصرح الثقافي سوف يخدم أبناؤنا والأجيال القادمة من مكتبة الكويت الوطنية يوسف صفر تلفزيون دولة الكويت